بس الخير يعتمد في كلامه مقولة ما قل ودل وحين يسهب يكون قد أصبح في حديقته الغناء بين كتب القانون يغوص في الطعون ويتحدث في المسائلات ويبني المطالعات شبها بمحام الشيطان فرد بالدفاع عن أسماء وإشكاليات كبيرة شبهت بشتى الأوصف أكرم عزوري مع ريكاردو كرام أكرم عزوري مساء الخير مساء النور بسعدني أن أستأبلك وحورك وأنت تمسك اليوم بملف الرئيس التونسي المخلوع عزين العابدين بن علي وملفات كبيرة أخرى نطرع عليك سؤال مباشر هل التعامل المهني مع القانون يحتاج إلى حنكة أكبر أم خبرة أكثر؟ يحتاج إلى الاثنين خصوصا في الملفات السياسية حيث في هذه المنطقة من العالم استقلال القضاء هو أمر نسبي فكلما كان القضاء مستقلا كلما كانت مهمة المحامي أسهل بين الحنكة والخبرة والكفاءة إلى ما تميل الدف في قاموسك أنت؟ أولا القانون وثانيا وثانيا إيجاد حال من التوازن بين الإدعاء والدفاع على ما تتكل بشكل أول أو بدرجة أولى في مرافعاتك؟ نتكل أولا على القانون ولكن عندما يكون استقلال القضاء نسبي يجب دائما خلق توازن ما بين الدفاع والإدعاء وذلك بالتركيز على بعض الثغرات والهفوات ونقاط الضعف في الإدعاء والإضاءة عليها بحيث يمكن عند إذن إجراء توازن ما إن هذا الأمر غير مطلوب في الدول الغربية حيث استقلال القضاء غير مشكوك فيه تسمية المجادل الشكلي عرفت منذ أيام الكنيسة الرومانية وفيها يجادل رجل القانون المحنك ضد القانون مستخدما الثغرات التي هي فيه خدمة إلى من أوكلوه سمعنا ما سمعناه كلام قد يزعج عنك أنت أكرم عزوري محام الشيطان فهل تستخدم فعلا أسلوب المجادل الشكلي مستاضا في الثغرات القانونية دفاعا عن من يقال عنهم أنهم اقترفوا ذنوب اسمح لي أن أنتقل إلى النتيجة إن جميع الأشخاص الذين توكلت عنهم أعلنت المحاكم براءتهم لذلك قلت أنا الذين قيل عنهم أنهم اقترفوا ذنوب قيل عنهم بالسياسة إنما عندما يصدر الحكم ويبرئهم لا يعودوا شياطين وهنا اسمح لي أن أنتقل إلى ما يسمى بالمحاكمات السياسية ما هي المحاكمات السياسية؟ المحاكمات السياسية هي عندما ترغب جهة الإدعاء بقطف سمار سياسي معين من الإدعاء على شخص معين وهذه تختلف حسب الظروف إجمالا حسب خبرتي الإدعاءات السياسية تكون دائما ضعيفة لأنها لا تبغي الحكم المجرد بل تبغي قطف السمار السياسي من هنا عندما ننجح بنهاية المرافعات والمحاكمة بالتبرئة ننتقل إلى ما تقوله محامي الشيطان إن هؤلاء يصورون كشياطين لغايات سياسية فيأتي القضاء ويبرئهم المحامي الفرنسي الشهير موريز جرسون يقول أن الحقيقة القضائية لم تكن أبدا إلا ما يستنتجه القانون هي إذن حقيقة احتمالية لماذا تشعر وأنت تسمع تحت قوس العدل حكما قضائيا مبرما بماذا تشعر وأنت تسمع حكما نهائيا صادرا ما زالت تحوم حوله الافتراضات أولا اسمح لي أن أعدل في مقاله العلمة جرسون الحقيقة القضائية هي دائما نسبية وتقنيا لا علاقة للحقيقة القضائية بالحقيقة فالحقيقة يعرفها الرب ويعرفها الشخص الذي كان حاضرا على مسرح الفعل أما القضاء فهو مسألة إثباتات لا أكثر ولا أقل من هنا أن الحكم القضائي هو دائما نسبي يظل قائما طالما لم ينهض إثبات معاكس من هنا فإن الحكم المبرم قيمته محصورة بتعليله بالنتيجة إن الحكم موجه للرأي العام فكلما كان التعليل صلبان كلما اقتنع الرأي العام به وهذا ما هو ليس متوافر إطلاقا في الأحكام السياسية وسنصل إليها عندما تفسح هذه المجال حوار شائك ودقيق وصعب تسع ساعات وجها لوجه في اللقاء الأول واللقاءات تجاوزت التسع وانطباعه الأول عن أول رئيس طار في العالم العربي وفي الربيع العربي خارق الذكاء استرح ونعود اشتركوا في القناة فهمت الجميع البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات كلف الرئيس التونسي المخلوع عزين العبدين بن علي المحامي اللبناني أكرم عزوري إن موضوع مهمتي محصور تقنيا بالدفاع عن التهم التي تنسب إليه اتباعا كتاجر أسلحة كمهرب مخدرات كحائز على أموال نقدية أبدأ رئيس التونسي المخلوع عزين العبدين بن علي استعداده للتنازل عما قال إنها ممتلكاته أبلغت شفاهيا بأنه بالفعل لا يوجد أي أموال منقولة أو غير منقولة للرئيس بن علي في بلاده لا مسئولية للرئيس في إطلاق النار على المتظاهرين لأنه لم يأمر بذلك وعلى السلطات التونسية أن تسمح لي بالدفاع عن رئيس بن علي بغيابه وإلا تكون وإن احترمت قانونها الداخلي فاتقررت المعاهدة التي متزمة فيها شاهدنا على ثورة الشعب وسمعنا هدير الصوت العربي والتونسي تحديدا الشعب يريد الشعب التونسي أراد الإطاحة بالرئيس أستاذين العبدين بن علي أنت تحديت هذه الإرادة ودفعت عن رئيس خلع بإرادة شعب بأكمله ماذا تقول لشعب التونسي؟ انظر في العدسة أمامك في عيني التونسيين وانقل لهم في اختصار أني لم أدافع عن عهد الرئيس بن علي ولا عن سياسته لقد اقتصر دوري على الدفاع عن أربعة تهم ألسقت به وسقط معظمها حتى دون الحاجة إلى دفاع يجب التمييز بين الحكم السياسي على عهد الرئيس بن علي وهذا شأن الشعب التونسي وليس لي كلبناني أن أقيم لأني لست تونسيا لكن أذكر الشعب التونسي أن إحدى أسباب ثورته كانت الدفاع عن استخلالية القضاء وكان هذا أهم شعار رفع بالإضافة إلى الشعار التنموي نذكر أيضا أن النظام الرئيس بن علي انتقد وألسق به تهمة التدخل بالقضاء لا يجوز لهذه الثورة التي قامت على الدفاع عن استخلالية القضاء أن لا تحترم هذه الاستخلالية عندما تحاكم الرئيس السابق بن علي وبدون دوري كمدافع عنه لا يمكن للثورة التونسية أن تطبق عمليا شعارها القائم على استقلال القضاء وإذا سمحت لي أذكر أن التهمة الأولى التي ألسقت بالرئيس بن علي كانت استحابه طنا أو إثنين من الذهب من البنك المركزي السبائك الذهبية تحديدا وزنوها بطن وبعد المحاكمة اضطرت النيابة العامة نفسها أن تتراجع عن هذه التهمة لأن مخزون البنك المركزي لم ينقص ثانيا امتلاك الرئيس بن علي أموال في سويسرا لقد استحصلت من الحكومة السويسرية على إفادة رسمية بنعدام وجود مثل هذه الأموال التهمة الثالثة تذكر باسمه شخصيا أني أدافع عن رئيس شخصيا ولا أدافع عن أي شخص آخر وأي فرد من أفراد العائلة إطلاقا ولا حتى زوجتها ولا حتى السيدة بن علي التي لم توكلني مهمة الدفاع عنها إذن أني أتكلم حصرا عن موكل رئيس بن علي وتذكر أنه بعد مغادرة الرئيس بشهر تقريبا صورت التلفزة التونسية ما أسمته الأموال النقدية التي عثرت عليها في منزل الرئيس الشخصي واستعملت هذه الصور للاستحصال على حكم قضائي ضد الرئيس وهنا أيضا لم أحتج إلى كثير من الجهد لأن وزير الداخلية التونسي صرح أنها كانت عملية مخابرتية وأن الأموال النقدية استعيرت خصيصا من البنك المركزي لتصويرها وإدانة الرئيس بن علي الرئيس بن علي وضع حياته بين إيديك معلما أنه لم يرك في يوم من الأيام خصوصا أيام مجده بين قوسين لماذا أنت المحامي اللبناني توكلت عن هذه المهمة؟ أولا اتصل بأحد المكاتب الفرنسية الذي أتعامل معه وأبلغني برغبة الرئيس بن علي بأن ألتقيه وعند الاقتضاء الاتفاق معه على مهمة الدفاع ولم يكن هناك أي معرفة سابقة بين الرئيس وبيني فذهبت لزيارته في جدة وأبلغني عن رغبته بتوكيلي وقبلت المهمة في أول لقاء جمعك بالرئيس بن علي ألم يحضر محمد عزيزي؟ ألم تحضر ثورة اليسامين؟ في رحية الحوار وفي الأساسيات التي بنيت عليها تقييمك للرجل الذي أكلت أدفع عنه؟ اسمح لي أن أذكرك بأنني لست مدافعا عن سياسة الرئيس بن علي خلال 27 سنة من حكمه إن مهمتي أعود وأذكر محصورة بالتهم الأربعة التي ألصقها الإدعاء سياسيا به فأتوقف هنا وصفت لنا في الكواليس أن الرئيس بن علي رجل خارق الذكاء بالفعل حاضر الذهن دائما ومتواضع ألا ترى أن الإكثار من هذه المواصفات الإيجابية؟ هي ما رح أقول إيهانة لكن إلى حد ما تزعج الشعب التونسي؟ إنها الحقيقة كيف تفصل بين القائد الذي كان والإنسان الذي هو؟ اسمح لي أن أذكرك بأن مهمتي هي فقط الدفاع عن التهم الأربعة أكثر من ذلك إنه شأن السياسة وأنه توقف عنده صيتك ذاع في ملفات جزائية لها طابعة سياسة بامتياز بين قضية وزير النفط اللبناني الأسبق شاهي برسوميان منها ملف بانك المدينة منها قضية اللواء جميل السيد المدير العام الأسبق للأمن العام اللبناني وصلنا اليوم إلى قضية الرئيس التونسي المخلوع هل تعتبر اليوم محامي القضايا السياسية الشائكة؟ وهل يحتاج الدفاع في هكذا قضايا إلى فكر قانوني سياسي غير تقليدي؟ إطلاقا يتم الدفاع حسرا بالقانون لا مجال للمحامي أن يدافع إلا بالقانون لكن بطبيعة الحال إذا كان المحامي جاهلا للمعطيات السياسية والظروف السياسية فلن يتمكن من دوزنة دفاعه وفقا لتلك المعطيات أني أتفهم التساؤل لكن علي موجب الصدق أن الدعاوي السياسية غالبا ما تكون أكثر سهولة من غيرها لأنها مدفوعة بالأهواء وليس بالأدلة فكما تذكر أن الوزير السابق شاهي برسوم يوم أوقف حوالي 11 شهر في رطاق حملة سياسية معينة في بداية عهد الرئيس الأسبق إيميل لحوت ولم تكن التهم التي ألسقت به مرتكزة إلى أي دليل فضاع الإدعاء كان الدفاع دوره مقتصرا على تبيان بهتان الإدعاء ولم يكن هذا الأمر عسيرا لأن الملف كان فارغا لنستمع سويا طبعا والمشاهدين إلى شهادة من وزير النفط اللبناني الأسبق شاهي برسوم يوم عنك وعن التجربة التي عاشها معك أنت محاميها الخاصة أنا وأكرم مثل أخوة يعني نحنا كنا فريق هيك أصحاب من الليسي شي خمسة ستة ولازلنا يعني منشوف بعضنا وفي رابط يعني تعرف رابط الدراسة والتلمزة والصحبة بهيديك الأوقات لما صرت وزير كان هو جنبي كمستشار أنوني لما صارت قضيتي ما أنا ما كان فيه أتخيل أنه أكرم ما يكون موجود عندما توقفت صدمة كانت لأكرم أكبر من الصدمة اللي كانت لألي كان هو كان يفكر كنا نقعد نحكي سوا يفكر أنه القضية ما عندها لا راس لا دنب يعني نيتات نكو إنما كانت قضية سياسية ومشان هيك تعذب كتير أكرم بالدفاع عني وصار عنده خيبات أمل أكرم مشي معي من القضية من الأولة لآخرها لحين طلعنا بالتبرئة من قبل مجلس النواب اللبنان بطريق الدفاع عني صار كل صاحب مشكل من المشاكل الكبيرة يلجأ له شيء اللي أمرار كان عندي بعض الانزعاجات عن دفاعه عن بعض الأشخاص إنما كان يتيدي عطول كنا نحكي مع بعض وكل واحد كان عنده مجهة نظر إنما كمحامي أكرم عزوري شخص فيه الواحد يتكل على طريق الدفاعه لأنه شخص جريء وبعدين أكرم كتير بروفسيونال بشغله ودقيق يعني محايد محايد برأيه لكن أول شي لفتلي نظري إنه اللغة عربية سليمة برغم من جزوله الأرمانية لحظت؟ شاهية تلميز دي سي يعني ما أنث أذكر وما ذكر أنهم ذا شاهية تلميز دي سي لكن يبدو أن شاهية برسوميان عاتب عليك عاتب عليك لأنك وكيله رجعت وتوكلت عن الشخص الذي كان سببا في الحكم الذي أدخله إلى السجن حيث أمضى 11 شهرا هل تحتاج أن تدافع عن نفسك أو لا تهمك؟ بالإجمال أرأى الآخرين والأصدقاء بينهم إن الوزير برسوميان يعرف تماما أنه ظلم وظلم بالسياسة وهو بحسه الرفيع للعدالة لن يقبل بأن يظلم شخص آخر كما ظلم هو واللواء السيد ظلم حوالي الأربع سنوات بالاستناد إلى ملف فارغ كما كان ملف الوزير برسوميان لكنه أدخله غيهب السجن إن الذي أدخل الوزير برسوميان إلى السجن هو قضاء جار الأهواء السياسية في عملية التوقيف صديق الليسي كان شهيب برسوميان وميشال السماحة هو زميلك في الجامعة اليسعية لم ترافع عن ميشال السماحة الوزير اللبناني الأسبق الموقوف في ملف سماحة المملوك لماذا؟ لأنه عند توقيف الوزير السماحة في آب الماضي طلب مني أن أتولى الدفاع عنه لكن التزاماتي المحلية والدولية لم تكن تسمح لي في حينه إعطاء هذه القضية الوقت اللازم فاعتدرت لم تقنعنا هل أنت متأكد من ضلوعه في هذا الملف في هذه إيمان جريمة لكن في هذا الملف لم أطلع على الملف إلا من خلال الأعلام هل هذا السبب لم تقبل أن ترافع عن صديق هو بحاجة إلك في هكذا وقت البعض يقول أنه هذه التهمة تهمة سياسية والبعض الآخر يقول أنه الأدلة موجودة وأنه لبسته لبس وأنه هو لم يظلم أنت ماذا تقول حسب ما قرأت حسب ما سمعت حسب ما حصلت على معلومات إذا اكتفيت بما تدولته وسائل الأعلام وهنا أبدي رأيا غير محترف وغير مهني كجزء من الرأي العام إذا اكتفيت بما نشرته وزارة الإعلام أرى أن توقيف الوزير سماحة حتى الآن هو توقيف مبرر حتى لو وعدت بسبائك ذهبي متى ترفض التوكيل؟ أرفض التوكيل عندما لا أستطيع أن أعطي القضية الوقت الذي تستأهله عندما أرفض ذلك هو لعدم خيانة أمانة الوكالة وكما لحظت ما قاله الوزير برسوميان منذ لحظة قال أني رفقته مدة 11 شهرا واستمدت بالدفاع عنه وصولا إلى حكم البراءة الذي انتزعته من المجلس النيابي فأني لا أستطيع أن أتوكل في قضيتين أو ثلاثة تستوجب كل منها تدخل الشخصي واليومي فلابد أن أقصر بواحدة على حساب الأخرى وهذا ما لن أفعله على سيرة السبائك الذهبية هل دفعلك الرئيس التونسي زن العابدين سبائك ذهبية؟ لا لأنه ليس لديه سبائك ذهبية كما أثبت ذلك وزير الداخلية التونسي تجرأت على تسلم قضية الرئيس بن علي في المقابل كثيرون ترددوا في الدفاع عن رئيس المصري حسني مبارك مراعاة لمشاعر شباب الثورة المصرية إلى أن استقر بالأخير الدفاع والقبول بالمحامي فريد أديب وهو اليوم متهم بالدفاع عن حسني مبارك ماذا لطلب منك أنت أكرم عزوري اليوم مثل هذا الدفاع؟ قلت أقبله؟ بالتأكيد أقبله إذا كانت التزامات المهنية الأخرى تسمح بذلك من حيث المبدأ أقبله دون تردد دعني أذكرك بشعار إن الثورات التي انطلقت في أواخر الخمسينيات وبداية الستينات في البلاد العربية كانت ثورات سياسية شعارها سياسي العدو الصهيوني ومحاربة الاستعمار ومبدأية القومية العربية إلى ما هناك أما الثورات التي انطلقت من تونس فهي ثورات غير سياسية اجتماعية تنموية اجتماعية اقتصادية تنموية في أساسها وفي جزء منها مطالبة بالحرية في تلك البلدان على الطراز الغربي عندما ترفع هذه الثورات هذا الشعار هل يمكن أن تبدأ أن يبدأ العهد الجديد باستمرارية ما كان يفعله العهد الذي انقلب عليه ما إذا كنت تريد أن تحاكم رئيسا هل يمكن أن تحاكم رئيسا دون دفاع لكن في هذه المنطقة من العالم ثقافة القانون وهنا يمكن أن يكون يسأل عنها العهود التي انقلبت عليها الثورات ثقافة القانون منعدمة بحيث أن الرأي العام يمزج بين الشخص الذي يحاكم ووكيله ولا علاقة بين الشخصين أكرم عزوري قيل عنك أنك ماكر هل أنت ماكر؟ إن القضايا التي ظهرت إلى الإعلام كانت بمجملها قضايا سياسية ملفاتها فارغة فما نسب إلي من ما تسميه مكر يمكن أن تنقله إلى رعونة الإدعاءات فعندما في القضية التي يعرفها اللبنانيون جميعها عندما أوقف ضباط أربع على أساس ملف فارغ فهل النجاح في تبريئتهم هو مكر؟ أم أن إدخالهم السجن كان رعونة غير أمينة؟ أتنين سوا أوكي فيك تشوف رئيس معمر القذافي رحل قبل أن يحتاج إلى دفاعك ابن سيف الإسلام كما سمعنا أرسل لك أحد المحامين لاستمزاج رأيك لجهة التوكل عنه هل من الممكن أن يضاف اسم سيف الإسلام القذافي إلى القضايا التي ترافع عنها؟ ممكن إذا تأمنت الشروط يعني مادية؟ لا الشروط الموضوعية يعني هل يجب أن يكون لي قناعة بأن القضاء الليبي تضمن استقلاليته عن السلطة التنفيذية الحكومة ويحكم بموضوعية وإلا أكون مشاركا بإعطاء مصداقية بوجوده لحكم سياسي محد سلفا ابن عزور القرية الجنوبية الجزينية الجميلة وبن القانون أقسم يمين الحق تحت قوس العدل وابن السياسة يفقه في قطبها فاصلا بحنكة هائلة بين الذات والآخر فاصل ونعود موسيقى 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 إذا انضميت لأن مساء الخير المحامي أكرم عزوري ضيف عزيز علينا أنت تدخن بشراها ومن ينظر إليك وأنت تدخن يشعر أن صبرك قد ينفذ بسرعة لكن من يتابع مرافعاتك من يسمعك تترافع يعرف أنك حين تشاء طويل الباع الباع هل هذا تناقض أنت حكم رح أعطيك سر المهني عندما أترافع تحت قوس المحكمة لا وجود لأي عفوية فالمرافعة هي عمل متقن ومحضر سلفا في أدق تفاصيله فإن رأيتني منفعلا يكون هذا محضر سلف قد أكون هادئا من الداخل وإن لأيتني هادئا قد أكون منفعلا إن الغاية بالمرافعة هي إيصال رسالة واضحة للقاضي وإلى خصم الدائم المدعي العام هل الحوار التلفزيوني مرافعة؟ أنت هادئ الليلي إنه نوع من المحاضرة من المرافعة لكن الأسئلة الشخصية لا تجعلني وكما تعلم لم نحضر الحوار سلفا أقول حالة معك أنت مش بحاجة للتحضير شكرا ما شاء الله شكرا يعني القطبي المغفية عندك كيها وتعرف كيف تدور الزاوية كلية بالآيباد في مرافعاتك في مذكراتك وفي صور كتيري مخزني فيه بدي أطلب منك تمسك على الآيباد تقلب بين الصور وتختار صورة واحدة صورة واحدة تتصرف فيها مثل ما بدك فيك تحزفها فيك تنسخها فيك تخبية فيك تعلق عليها عم نشوف صور لألك مع أهلك مع خيك شاكيب عم نشوف صورة جبران تويني يلبس ويشيح صورة الأرز بمكتبه صورة المحامي بدوي أبو ديب صور ضباط الأربعة كما ارتفعوا باليافيطات يافيطات شعب فورة الأرز عم نشوف صورة الرئيس الشهيد رفيق الحريري شاهيبر سوميان جوزاف مغيزيل أي صورة بتسوقفك أي صورة تسوقفتك و أي صورة بتختار؟ على الصعيد على الصعيد العاطفي رح أتوقف عن صورة الأستاذ جوزاف مغيزيل رحمه الله رحمه الله يلي عم تشوفني هون أنا وزميلي الوزير برسوميان لأنه اتنينتنا اتدرجنا عندوه و كانت هالفترة استمرار لفترة الدراسة والزمالة بينه وبين الوزير برسوميان من جهة و كانت عم بستذكر الفضل الكبير له الأستاذ مغيزيل أهليه لأنه كان هو المعلم في بداية انطلاقي على الجدية والدقة و عدم حساب الوقت وتنظيم الملفات حيث بقي التعاون معه حوالها 2-9 سنوات قبل ما استقل و إنشؤ مكتبي بقى حبيت أذكره شكراً أنه عطيتني هالفرصة أنا شخصياً استوقفتني صورة جبران تويني الذي يضع وشاح الأرز حول عنقه وهذه صورة موجودة بكتبك صحيح أمام عينيك صحيح كل النهار صحيح أنت من عزور من آل عزوري و أخيك شاكيب الذي يصغرك سنًا غادرنا لدنيا الحق منذ ستة أشهر تقريباً والدك فؤاد والدتك ماي لا دخل لألون بالقانون وبالمحامات عشقت الفيزياء لكنك درست القانون بفترتك اخترت ما قد يفتح لك الأفاق الواسعة تمرنت وتدرجت في مكتب المحاميين بدوي أبو ديب أولاً ومن ثم جوزافم غيزل أطال الله عمرها الأول ورحمها الثاني وفي العام 87 قررت أن تفتح مكتبك الخاص 80% من عملك هو في الشركات والضرائب و20% في الجزاء حيث ذاع صيتك وحيث اكتسبت شهرة واسعة في العالم العربي وحتى خارج الحدود العربية في كل حال عرفنا أنك لا تستلم قضية إذا شعرت أن الموكل يكذب عليك هل تعتمد لغة العينين الإشارات اليدين الشفاء الاختبار الكذب أم شعورك هو المئيس أولا يجب أن يؤكد لي الموكل على صحة موقفه ولا تصدقه في كل الأحوال بعد التفكير بعد التفكير أصدقه أعطيك مثل بالنسبة للرئيس بن علي واللواء السيد لم أكن أعرف أي منهما قبل التوكل معني اسمح لي خيانا أعطي مثل افتراضي أولي نأخذ مثلا سيف الإسلام القذافي نعم سيف الإسلام وأنت في مكان واحد في لقاء أول هو متهم وأنت محامي لم تأخذ بعد قرارك بالدفاع عنه ما هي الأسئلة الخمسة الأولى التي من الممكن أن تطرحها علي وهي بمثابة الاختبار الأول عن صدق ما يقول لا أبدأ الحديث معه قبل أن أطلع على التهم المنسوبة إليه طبعا أنت اطلعت على كل التهم أنت محضر ملفك بعد بعد ما أطلع على التهم أسأله عن رأيه بهذه الطهم فإذا أكد لي براءته منها أدخل معه في التفاصيل في كل تفصيل لأعرف ما موقفه من الدفاع أنا سيف الإسلام نعم اطرح خمسة أسئلة علي إن الأمر يختلف حسب التهم لنفترض مثلا تهم قتل المتظاهرين مثلا أو تهم السرقة أو الرشوة أو صرف النفوس لا يمكن إطلاق تهم عامة دائما التهم تتعلق بقضية معينة أسأله هل أنت هل لك كان هل كانت لك سلطة آمرة لإعطاء الأمر بإطلاق النار على المتظاهرين أول سؤال كيف كان تواصلك مع المسؤولين عن القيادة كان سؤال صح إذا انتقلنا إلى صرف النفوس والاستفادة أسأله كيف دغط لأن السيف الإسلام كما تعرف لم تكن له صفة رسمية بالدولة ما كان بحاجة أوك يجب أن تسأله دائما الذي وقع على الصفقة هو وزير مدير عام رئيس وزارة لا أعرف ذلك ما سلطك به نستدعي الوزير هل أعطاك تعليمات كيف قبضت المال ندخل في هذه التفاصيل فإذا أكد لي عدم صحة هذه التهمة نقبل الوكالة بالاستناد إلى تأكداته فإذا تبين أن ما قاله غير صحيح أعتزل الوكالة وأقول لماذا إذن يعني باقتداب ما هي صفات القتال الشخصية التي يستخدمها أكرم عزوري في المحاكمات الكبيرة أولا يجب لا يمكن أن تقاتل دون قناعة العدو الأول للمحامي هو موكله ليس المدعي العام إن الموكل الذي لا يقول الحقيقة هو العدو الأول للمحامي متى ما تأكدت من ذلك يمكنك أن تقاتل المدعي العام وهذا ليس أمر صعب فالمدعي العام خاصة في المحاكمات السياسية يعرف أن ملفه فارق خاصة في المحاكمات السياسية والشخص الذي يعرف أن ملفه فارق يكون أضعف منك اسمك ورد في وثائق ويكيليكس وفي هذه الوثائق أو حسب هذه الوثائق قرأنا أن أكرم عزوري يجتمع مرارا مع مسؤولين أمريكيين في السفر الأمريكي في عوكر حيث قدم وثائق تبر موكله اللواء جميل السيد وتدين الجنرالات الآخرين وفي مقدمتهم العميد مصطفى حمدان والسفير الأمريكي أنا ذاك جيفري فلتمان وضع إلى جانب اسمك علامة تقييم إيجابية يعني أنت مقبول أن الأمريكيين هل اشتغلت سياسة هالكلام صح وغلط وين الغلط فيه رح بلش بالصح اجتماعي بمسؤولي السفارة الأمريكية هو صحيح وكانت اجتماعات دورية تبعاً لتقدم التحقيق لماذا؟ لأنه كلما تقدم التحقيق كلما أيقنت أن قرار توقيف الضباط هو قرار سياسي وليس قرار قضائي وبما أن الجهة التي أمرت بالتوقيف كانت لجنة التحقيق الدولية يلي مرجعيتها مجلس الأمن الدولي كان لابد لي من التواصل المستمر مع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن لإطلاعهم عن الأخطاء الجسيمة التي ترتكبها اللجنة التي تعمل باسمهم هذا الجزء هو صحيح لكن لم أجتمع فقط مع الأمريكيين كنت أجتمع أيضاً مع الروس ومع الفرنسيين ومع البريطانيين وخصوصاً عندما وصلت حال التصادم مع الرئيس الأسبق للجنة ديتليب ميليس وصلت حال التصادم شخصية عندما تبين أن الملف هو فارغ وأنه يتصرف بطريقة لا طليق بقاضي ولا طليق بممثل لمجلس الأمن كان لابد من العمل على إبدال ديتليب ميليس بشخص آخر وإبداله هو قرار سياسي على هذا الأساس اجتمعت بشكل دوري مع الأطراف الفاعلة في مجلس الأمن وأعتقد أننا توصلنا إلى استبداله بسيج برامرتز من كل تواضع عندما أضأنا على كل أخطائه وكل حفواته أعتقد أن في ذلك ما جعل الذين قرروا بالسياسة تعيينه أن يعدلوا عن ذلك من صفات المحامي الجدير القدرة على ضبط النفس وسعة الصدر ما في شك أنك أنت محامي جدير وينشك في ذلك لحظة واحدة لكنك تخرج أحيانا عن ضبط النفس وهذا ما حصل في تموز 2010 هنا أطلقت الشتائم في عقر دار المحكمية الدولية ويومه حاول اللواء جميل السيد التبرير أو التقليل من أهمية ما قلت وردد قائلا نحن اللبنانية نستخدم أحيانا هكذا كلام ما رح ادخل طبعا في طبيعة التبرير لكن سؤالي هل اعتذرت؟ طبعا اعتذرت بس الوضع ليس كما صوره الإعلام كنت أتكلم بيني وبين اللواء السيد وكنت أعتقد أن الميكرو مطفق مطفق فإن وبتعرف أنا من عزور واللواء السيد من زحلي بقى ما كان هو لواء ومدعي ولم أكن أنا محامن في محكمة دولية كده عم نحكي بين عزور وزحلي على تودد ومحبة وصارت وكانت شتيمة أبدا موجهة للمحكمية اللي ما بسمح لحالة أعملها أبدا ننتقل إلى الرياض لمتابعة بعض اللقطات من حفل توزيع جائزة الملك فيصل العالمي لعام 2013 هذه المبادرة تعد الأرفع في العالم العربي حيث تكرم إنجازات رائدة في مجالات خدمة الإسلام اللغة العربية الأدب الطب والعلوم وقد فاز هذا العام كل من الفلسطيني الشيخ رائد صلاح محاجنة في مجال خدمة الإسلام لقيادته وجهوده الإنسانية في فلسطين المحتلة كما فاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة في مجال اللغة والأدب تقديرا لإسهاماته العلمية المتنوعة في خدمة اللغة العربية وبخاصة إصداره مجموعة كبيرة من المعاجم اللغوية العامة والمتخصصة طيرت مسيرته الممتدة منذ أكثر من ثمانين عاما رابطة حاضر العربية بماضيها كما فاز في مجال الطب مناصفة الدكتور جيفري مايكل فريدمان الأمريكي الجنسية والدكتور داغلس لانورد كولمن الكندي الجنسية وذلك لأبحاثهما المميزة حول العوامل الوراثية للبدانة التي مكنتهما من اكتشاف أرمون لبتون الذي يرسل إشارات إلى الدماغ تقلل الشهية بينما ذهبت جائزة العلوم مناصفة لكل من الدكتور بول كوركم الكندي الجنسية ودكتور ذيرني كروز المجاري النمسوي الجنسية وذلك لتميز أبحاثهما المستقلة والرائدة في مجال الفيزياء الذرية وتمكنهما من تصوير الحركة السريعة للإلكترونات في داخل الذرات والجزئيات وقد حضر الاحتفال ولي العهد صاحب السمو الملاكي الأمية السلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع إن جائزة الملك فيصل العالمية تقدمها مؤسسة الملك فيصل الخيرية التي تأسست في عام 1976 على يد أبناء وبنات الملك فيصل تخليدا لذكرها مبروك الفائزين نعود إلى بيروت إلى ضيفنا الكريم المحامي أكرم عزوري شكرا نستريح لدقائق ونعود من بعدها ابقوا معنا أصدقائي المشاهدين أول شي معرفتي لأكرم بتمد أكتر من 18 سنين تعرفت عليه كونه هو كان محامي للشركة ومع الوقت صار فيه تنمي صداقة بيني وبينهم لدرجة صرنا آخر يمكن 4 أو 5 سنين على قليل نشوف بعضنا مرة أو مرتين أو أحيانا ثلاث مرات بالأسبوع وأكرم من النوع الأشخاص اللي عنده روح النكتة شخص إنساني بدرجة كتير عالية يعني من خلاله أنا تعرفت على كتير مناطق من لبنان يلي ما كنت بعرفها كل سنة كمان بيزورنا لبنان نطلع ببوستا بعض الأصدقاء كنا سوا وبياخدنا على منطقة معينة وبيخبرنا تاريخ هالمنطقة ولزة إنه بيخبرك الخفاية للتاريخ تبعية هالمنطقة آخر كلمة أنا بحب أقولها للأستاذ الأكرم مرأت أنا بمرحلة صابة كتير من حياتي وكان هو شخص الوافي والصديق يلي فعلا أنا كتير أخدت منه وهو عطانا كتير من وقته ومن صداقته وهشي بالفعل ما بنسيره بعد هذا الفاصل تنضم إلينا في ستوديو أنا عزوري ابنة المحامي أكرم عزوري أكرم نحن عم تابعة التقرير لحظت إلى أي درجة تأثرت بشهادة مارون وحتى هلأ أنا عم بحكي معك يعني عينيك غرورقت بالدموع إلى هذه الدرجة مش القطرة أو الكلمة الحلوة الصدق بالكلمة بأسف فيك سعيد معلي هلأ رانا أحذرك طبعا وهي فخر كبير لألك مثلها مثل إختامي بدنا نحط أو نضخ بعض البهجة بهذا الحوار رانا هل البنت هي سرقة بيها؟ بشكلة من الأشكال أنتوا أخدتوا المهني منه هل المهني أخدتوا منكم؟ صراحة كيف أدي أقل لك يعني فيني أقل لك إيه ولقى بنفس الوقت أخدتوا مننا أخدتوا مننا بالوقت أكيد لأنه بحكم وقته ما بيكون يعني أدمنوا متفيني لمهنته وللشغله ولكل حياته البروفيسيونال أكيد أخدتوا مننا بحكم الوقت بس كاهتمام بالعائلة وكاهتمام فينا أنا وإختي وكما حبته واهتمامه بأمي أبدا ما أخدت أبدا من وقته يعني بدك تقول كل الوقت اللي كان هو معنا كان معنا عفون ومن كل قلبه يعني ما حسيت أبدا أنه أخدته مننا هو بيعرف كيف يفصل بين البيت وبين العمل بين الخاص وبين العام أنت أختيك ماي وولدتك هايهات معهم بالمكتب صح هل قدرتوا أنتو تفصلوا بين الخاص وبين العام هل نجحتوا بالفصل؟ صراحة هو فرض علينا يعني أنه بحكم هو شخصيته انجبرنا نحنا كمانا نفصل فصلنا تتحدثينا عن الوالد بكتير من الفخر صح وولدتك مش من زمان التقيت فيها وقالتلي أنا مش مدهوشة بأكرم أنا معجب بأكرم والطريقة يلي قلت فيها أنا معجب فيه بالدل إلى أي درجة وأنك نوع من الذوبان في الوالد مرة بينك وبينه أرسلتيله هدية مكتوب عليها ما معناه كفا سيدخو it's too much هو لحد هذه اللحظة ما عارف أو ما بيعرف شو قصطي بهالكلمة هل فيك الليلة في هذه الجرسة وفي هذا الحوار تقولي لنا ماذا قصطي هي الشي اللي عم تحكي عنه هو مثل ساعة صغيرة هدايته إياها على عيد الباي مكتوب عليها mon père il estro كيف أدقلك لأنه إذا بتقلي أنا أوصفه ما بقدر أوصفه بقدر أوصفه بس بهذا السيبر لاتيف لقلك أنه قدير يعني قدير بشوفه مثلا بشغله ناجح قدير بشوفه إليك سال لانتو إن كان بشغله إن كان بحياته العائلية إن كان بحياته مع أصحابه ما بقدر أوصفه بسفة معينة يعني بقدر أوصفه بهذا السيبر لاتيف هدا يلي أوصف هدا يلي أوفات هو منه وصف هو قدير بلاقيه منيديال بكل الهدا مش هنيك بقل له إنه هو كتير بكل شي وما في ولا كلمة بقدر إلا كلمة كتير وصفه فيها اللي بتحبه لو كان فيه شي ثغرة معينة أو هفو معينة ما بتلاقيها وبفتش وبفتش وقات وقتها لقيها بهذا بقل له أنا بقل له أنا لأنه كتير يعني كتير عالي كتير بشوفه إن شاء الله دائما مرسي أنا تعرفت إلى أختي كمي وهي صغيرة صح مع بيا نحنا بسنة التسعة وتسين أو الألفين يمكن ومي هلأ هي أم صح في عندها ناجي وناجي ثلاث سنوات هو دنياك ليه جديدة صحيح الله خديده أهل وهي قد مبدأ الفصل يلي أنت فارضه بمكتبك وبيتك مع زوجتك وبناتك لا يتطبق على ناجي لأن حتى بمكتبك وعلى شرفة المكتب فيه ألعاب ناجي فيه توبوغا دنيا بكفي معقولي مكتب محمد بلا توبوغا مش معقول ويقال أنه حتى بتخطص بالبركة أو المسبح أو البيسين المخصصة للولاد للأطفال وتبكون ناجي عم يسبحوني صحيح بعدين التبقى شو غير بحياتك تقل لك الشي الملفت أنه مثله مثل أولادي بس الفرق أنه ما عندك موجب تربوي عليه دونك تاخد أفضل ما يمكن والمسؤولية غيرك تتنقل في بيروت أحيانا على الدراجة الهوائية وتمارس كلما تسنى لك الوقت رياضة الهبوط بالمظلة الهوائية هل تنشد الأدرانالين؟ أكيد أكرم عزوري أنا سعيد جدا بهذا اللقاء المختلف ويقول لي ما بيشبه حدا إلا أنت المرافعة فن وأنت فنان في المرافعة كي لا نقول سيد المرافعة بأسلوبك اختوم الحلقة أول شي هذه كانت الأول مقابلة بعملها يلي بتكلم فيها عن شخصي وبعتبر هذا أول حديث صحفي كانت تجربة ممتعة فيها بعض الصعوبة لكن مهانيتك وصدقك وعطفتك سهلت علي كتير فشكرا شكرا بتشكرك شكرا أصدقاء المشاهدين إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر شكرا